اشتركوا في القناة بمختلف أنواعها بفضل التنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أكدت الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل خليفة مدير إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بوزارة الإسكان أن الوزارة قامت بتلبية 2070 طلباً إسكانياً للمواطنات المدرجة طلباتهن على قوائم الانتظار منذ عام 2010 وأضافت أن عدد الطلبات الإسكانية النسائية المدرجة على قوائم الانتظار حالياً يبلغ 52110 طلبات إسكانية سيتم تلبيتهم وفقاً للمعايير الأقدمية المتبع في تخصيص كل خدمة مشيرة إلى تبني الوزارة العديد من المبادرات التي ساهمت في توفير الخدمات الإسكانية للمرأة البحرينية تأتي في مقدمتها إضافة فئة جديدة لمعايير المستحقين من الخدمات التي توفرها الوزارة وهي الفئة الخامسة التي وفرت خدمة السكن المؤقت للمرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين وفقاً لتقدير لجنة الإسكان وقالت الشيخ حصة بنت خليفة أن تجربة مشروع مساكن الذي تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بافتتاحه عام 2016 بمنطقة اللوزي بالمحافظة الشمالية والمخصص للفئة الإسكانية الخامسة قد أثبت نجاحه في خدمة تلك الفئة مشيرة إلا أن هذا المشروع جاء تنفيذاً للتوصية التي اعتمدها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وبناء على دراسة قام بها المجلس الأعلى للمرأة لرسط احتياجات المرأة البحرينية بمختلف فئاتها وظروفها الاجتماعية حيث تبينت الحاجة إلى هذا النوع من المشاريع الإسكانية الذي يستوعب إحدى مكونات المجتمع البحريني والتي لا يمكن إغفال دورها وفي سياق المتصل استعرضت مديرة إدارة السياسة وتخطيط الاستراتيجي الإحصائيات الخاصة بالخدمات التي تم تقديمها للطلبات النسائية منذ عام 2010 حيث أشارت إلى أنه قد تم تخصيص 379 وحدة سكنية لتلك الطلبات بالإضافة إلى 766 شقة تمليك و143 خدمة سكن مؤقت و377 طلبا عبر برنامج تمويل سكن الاجتماعي مزايا و190 تمويل شراء و117 تمويل ترميم و79 تمويل بناء بالإضافة إلى 19 قسيمة سكنية وأردفت أن لجنة الإسكان بالوزارة ورد إليها خلال العامين الماضيين 335 حالة لطلبات نسائية متنوعة تتطلب استعجال تلبية طلباتهن الإسكانية نظرا لظروفهن المادية والاجتماعية وأن اللجنة قامت بتوفير حلول عاجلة فعليا لمئتي حالة وحالة واحدة بعد دراسة تلك الحالات وقيام قسم الدراسات والبحوث بإعداد تقارير حول تلك الحالات والقيام بزيارات ميدانية لتقييم وضعها مؤكدة أن الطلبات النسائية ستظل تحظى بأولوية الحكومة في الخطط والبرامج الإسكانية مع استمرارية توفير معايير العدالة والتكافؤ في تلبية طلباتهن الإسكانية